مصر جميلة بيتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المينيا الجديدة وجولة في افتتاح العديد من المشروعات الحقيقة القومية والبنية الأساسية في صعيد مصر جزء مهم جدا من التنمية اللي غاب كتير عن هذه المنطقة بشكل كبير جدا مجموعة المشروعات لما نقولها لحضراتكم كلها بتتواصل مع أهلنا في المينيا كلها خدمية أغلبها نهلة يمكن نتكلم كمان على زيارة سيد الرئيس يعني هتكون على ثلاث أجزاء تقريبا هنتكلم على الأجزاء اللي تم حضراتكم من المشروعات القومية اللي موجودة في محافظة المينيا أتخيل أنه هناك طبعا هيبدأ بمجموعة من الجوالات ويتفقت سيدة الرئيس يعني هذه المشروعات عبر الفيديو كونفرنس طبعا في سكن لكل المصريين هذا المشروع القومي الكبير جولة في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا هيكون كمان يعني في هذه الجولة في المدرسة هيكون في مجموعة من العروض والفقرات اللي بيقدمها أبنائنا الطلاب في هذه المدرسة أمام سيدة الرئيس طبعا مجموعة من طلابنا المبتكرين يعني كمان هيكون هناك طالب بيبتكر علاج للعظمة الشوكية بهدف علاج والدته وتمت التجربة بنجاح كمان الجزء يعني مجموعة كده من الأجزاء للجزء التالت أعتقد كمان مجموعة من المشروعات طبعا يعني هو يعني عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس والرئيس قاعد حيقوم بفتح بعض المشروعات المهمها منها الطريق الصعيدي الصحراوي طبعا الطرق هي رقم واحد في اهتماماتنا في هذه الدولة هي الكباري وبالتالي الطريق الصعيدي الصحراوي ده مهم جدا لتقريب المسافات والربط بين المحافظات فحيكون أسهل الوصول إلى هذه المحافظة والخروج منها كمان بنتكلم كلنا عن غلاء الأسعار فيما يتعلق باللحوم أو الدواجن وعلشان كده في حرص على افتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي في محافظة المينيا ويرب تكون إضافة لنا وتساعد على تقليل أسعار اللحوم في الفترة القادمة من الشكاوى الدائمة لمحافظات الصعيد ومنها محافظة المينيا اللي هي فيها نسبة فقر برضو عالية حيتم افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي والحيان الصرف الصحي ده كان المفروض يكون موجود من زمان الدولة ما كانتش بتعمل فيه مجهودات كبيرة فيه فترات ماضية لكن في هذه الفترة ومن خلال مشروعات زي مشروعات حياة كريمة تم توجيه عدد كبير من الأموال لفتتاح محطات لمعالجة الصرف الصحي لأنه من حق كل مواطن أن يكون عنده أبسط سبل الحياة زي هذه المشروعات صحيح كمان ضمن مشروع حياة كريمة هناك مجمع للألبان من ضمن هذا المشروع كمان مجموعة الخدمات اللي بيحتاجها أهلينا في المينيا من مكاتب بريد من مجمع بنوك من خدمات صحية هتكون موجودة وده طبعا ضمن مشروع حياة كريمة هيكون كمان زيارة لمركز الشباب هناك وهيتعرف سيادة الرئيس على العديد من هذه المشروعات ومن شبابنا واللقاء كده هيبقى مباشر وهيكون في الحقيقة لقاء متبادل بين سيادة الرئيس وبين شبابنا في هذه المنطقة الحقيقة الجوالات سريعة ومتنوعة ومتعددة وزي ما بنقول دايما أنه الاهتمام بجنوب مصر وبصعيد مصر النهاردة بدأ مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية أنه هذه المنطقة من مصر ما كانش موجود فيها مجموعة من المشروعات كانت محتاجة مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة كانت محتاجة تنمية بشكل كبير جدا أمور كتير جدا النهاردة هنشهدها مع زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المينيا النهاردة كمان عندنا فقراتنا الحوارية وأعتقد أن زيارة الرئيس حتكون ضمن الأسئلة اللي حتكون في حوار طارق مع ضيف الأستاذ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس حيكلم معاه طبعا عن هذه الزيارة وعن ما تمثله وحيكلم كمان أكيد عن فكرة المحبة والسلام لأنه في مجموعة من الندوات ومجموعة من الأنشطة حتى ما بين الطلبة اللي موجودين في دول حوض البحر المتوسط وده أكيد بيعمل تبادل للثقافات بيننا وبينهم ده بالتالي كمان يعني أعتقد أنه عندنا جزء مهم جدا من الاقتصاد المصري وزي ما بنقول تنمية مواردنا والدخل القومي بيهمنا بشكل كبير جدا هنتكلم النهاردة أو نهلة هيكون معاها ضفنة بيتكلم عن النخيل وزراعة النخيل وهنتكلم كمان على الحجم اللي بتنتجه مصر من هذه الأنواع المتعددة والمتنوعة يمكن كتير من حضراتكم ما يعرفش أنه مصر الأول عربيا على مستوى العالم العربي في إنتاج الطمور ولكن بشكل مختلف بأنواع كتيرة جدا مظبوطة نهلة فعلا على مستوى العالمي على مستوى العالمي كمان تصدير نحن مش الأول للأسر مع أنه نحن الأول في الإنتاج فهم واضح أنه فيه جهود في هذا الاتجاه وفيه جهود أنه نعمل يعني أنواع أخرى وفسلات جديدة من البلح وأصناف جديدة من البلح اللي ممكن تمكننا من أنه نصدر عشان زوء المستهلك بيميل أنواع معاناة قد تكون مغيرة عن أنواع اللي نزرح يعني أنت عندك كمان أصناف من نخيل زي ما أنت قلتي أصناف مختلفة وجديدة وزي ما يعني الطلب السوق سواء المحلي أو العالمي بيطلب هذه الأنواع بتصل من 150 إلى 400 جنيه الكيلو للطمر للنخلة الوحدة وبالتالي أرقام كبيرة جدا أنا بأيد الحقيقة نهلة في كلامها أنهنا لازم نهتم بعملية التصدير لأنه الطلب على الطمور على المستوى العالمي في ظل أزمات الغذاء على المستوى العالمي أعتقد أنه هيبقى فيه طلب ضخم جدا على هذه الأنواع وده في الآخر هيدينا دخل قومي مهم جدا بتحتاجه مصر من العملة الصعبة إن شاء الله خلينا نطلع فاصل بعد الفاصل ونرجع نتكلم عن الطمور وعن المحبة والسلام وزيرة السيد الرئيس إلى محافظة المالي أهلا بحضراتكم وحديث عن الطمور مصر عندها ميزة نوعية في صناعة الطمور ربما إحنا عندنا أصناف معينة بنقوم بإنتاجها بكميات كبيرة جدا جعلت مننا رقم واحد على مستوى العالم في الإنتاجية ولكن فيما يتعلق بالتصدير هذا أمر آخر وده دعا المسؤولين عن هذا الأمر أنهم يحاولوا إيجاد أصطاف جديدة تلقى قبولا في السوق العالمية بحيث ننافس بقوة في مجال التصدير فزرعنا برحي وزرعنا مجدول وزرعنا غيرها من الأنواع التي لم تكن متداولة أو مزروعة عندنا من قبل مشروع طموح كان زراعة مليون نخلة وغيرها من المشروعات الأخرى ده ممكن يضيف إيه لصناعة الطمور وإنتاجيتها ولتصديرها للخارج ده محور حدثنا النهاردة مع ضيفنا الدكتور عز الدين جدالة مدير المعمل المركزي لنخيل البلح بمركز البحوث الزراعية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بداية نتعرف بس بالمعمل المركزي لنخيل البلح بمركز البحوث الزراعية المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية طبعا ده واحد من ضمن 26 معمل ومعهد داخل مركز البحث الزراعية طبعا حضرتك مركز البحث الزراعية يمكن من أكبر من المراكز البحثية في الشرق الأوسط وطبعا من ضمنهم المعامل مركز للنخيل معامل مركز للنخيل له تسعة أفرع على مستوى الجمهورية في أماكن إنتاج نخيل التمور في أسوان وفي الدخلة والخارجة بالوادي الجديد والواحات البحرية بجيزة وفي المينيا وفي سيوة وطبعا في أسوان وفي الشرقية وفي تاج العزب الده أهلية وفي ميد غمر هذه المراكز أو هذه الأفرع للمعمل طبعا تقوم بالدور الإرشادي والتدريبي المعمل عامة احنا عندنا فيه ثلاث أهداف ليه الهدف الأول اللي هو البحثي الهدف الثاني اللي هو الإرشاد والتدريب الهدف الثالث اللي هو الإنتاجي طبعا جميع المعاهد وداخل المركز البحوث لها هذه الأهداف بالنسبة للمعمل المركزي للنخيل برضو فيه سبع أقسام تقوم على خدمة مزارع النخيل ومستثمرين فيه جميع التخصصات احنا عندنا فيه التقنية الحيوية وفيه القسم بستنت النخيل وقسم مكافحة الآفات والأمراض وقسم تصنيع منتجات سامرية وقسم تصنيع منتجات غير سامرية والإرشاد والتدريب هذه الأقسام كلها تعمل منظومة متكاملة في خدمة مستثمرين ومزارع النخيل جميع تهدف هل هناك مشروع قومي يعد مشروع قومي فيما يتعلق بإنتاجية التمور علشان نزودها ونحاول المنافسة في مجال التصدير أكيد طبعا نزودها زكرت فيه المشروع فخامة السيد الرئيس بزراعة 2.3 مليون نخلة في تشكة وتم زراعة 1.5 مليون نخلة حتى الآن ونتوقع إن شاء الله استكمال البقية وفيه كذلك استثمارات من المزارعين في الوادي الجديد طبعا تبقى لتكليف رئاسي لمحافظ الوادي الجديد بزراعة 2.5 مليون نخلة طبعا تقريبا حوالي تم زراعة حوالي 900 ألف نخلة وقاربوا على المليون نخلة كنا نحن عندنا يبقى فيه حوالي 5 مليون نخلة مشروع قومي لزراعة 5 مليون نخلة في الوادي الجديد وأسوان طبعا تقريبا ما تم زراعته حوالي 0.5 مليون نخلة طبعا ده بيزود معايا أعداد النخيل الموجودة في جمهورة نصر العربية بالإضافة طبعا خاصة المشروع تشكة فيه حوالي 50 صنف من الأصناف الفخرة العالمية إذا ما حضرت ذكرت البرح والمجدول والعنبرة وعجوة المدينة والصاقع والشيش والشبيبي هذه الأصناف كلها لها مرضود اقتصادي عالي وكبير جدا فطبعا نقدر نساهم في تسويق وتصدير هذه التمور لأنه طبعا بها مرضود عالي طبعا بخلاف الأصناف المحلية إحنا عندنا صنف القابل للتصدير اللي هو صنف السيوي من أكثر الأصناف قابلة للتصدير وهو صنف نصف جاف طبعا يمكن مصر بتصدر حوالي كان 50 ألف طن الفترة اللي فارت إحنا وصلنا إلى 63 ألف طن فإن شاء الله المنظومة في تقدم بالنسبة للتصدير وخاصة إحنا العام الماضي صدرنا من المجدول حوالي ألفين طن المرضود الاقتصاد بتاعهم يعني الصنف السيوي أو الصعيد لما بيتم تصديره الطن بتاعها من حوالي ألف إلى ألف وتلتمائة دولار لكن صنف زي المجدول بيتراوح الطن بتاعه من حوالي خمس تلاف إلى سبع تلاف دولار فطبعا بحوالي هنا مثلا خمس أضعاف يعني إحنا لو قدرنا نصدر كميات كبيرة من المجدول وإحنا حاليا دلوقتي تم زراعة حوالي مليون وربعمائة ألف نخلة من المجدول طبعا يعني بس الإنتاج بيدخل تباعا يمكن إحنا السلفات تصدرنا أثنين ألفين طن إن شاء الله السنة دي ممكن نصدر حوالي أربعة تلاف طن من المجدول السنة دي حتى المجدول والنخيل العموما يعني الإقبال عليه كبير جدا حتى الأسعار في الأسواق مرتفعة يعني إن شاء الله نطمح إن إحنا نوصل لمرتبة عالية في التصدير ونتبقى مكانة عالية بدل إحنا ممكن خلينا نبقى الثاني أو الثالث إن شاء الله وبعد كده نوصل للأول بإذن الله تعالى إحنا كمصريين هل عندنا أصناف مصرية خاصة بمصر في البلح؟ أطبعا إحنا عندنا حوالي أكتر من 30 صنف عندنا فيه مجموعة من الأصناف الراطبة أو دي اللي هيت تزرع فيه وتجود فيه الوجه البحري زي السماني والزغلول والحياني والأمهات وبنت عيشة هذه الأصناف كلها راطبة وحاول تمسل حوالي 52% من إجمال الأصناف المنزرعة في مصر فيه عندنا الأصناف النصف جفة زي العمري والعجلاني والسيوي أو الصعيدي وده السيوي ده تقريبا فيه حوالي 4 أو 4.5 مليون نخلة على مستوى الجمهورية وتتمركز فيه سيوي والوحات البحرية والدخلة والخارجة والفرفرة وصعيد مصر فيه كمان بعد كده الأصناف الجفة حوالي 2 حوالي 3% من الأصناف الجفة زي اللي هي تجود فيه أسوان أسوان أهم من هذه الأصناف السكوتي والبرتمودة والملكابي والجندلة والشمية هذه الأصناف طبعا تجود فيه أسوان إنها تحتاج حرارة عالية وطبعا لا تتوفر زي الحرارة عالية في الأماكن الأخرى فبالتالي تجودها زي الأصناف فإحنا بنصدر من الأصناف الجفة ولكن بقيمات قليلة خاصة في أشهر رمضان للدول العربية والدول الإسلامية بتقبل عليها كذلك الأصناف زي السيوي والسعيدي طبعا ده ممكن أكتر الأصناف قبولا وانتشارا في مصر وتسويقا حتى في مصر وخارج مصر لأنه هو أكبر حاجة بنصدرها في الخارج يعني الزوء المحلي ممكن يكون بيميل وكمان المصالح اقتصادي الأفراد بيميل أكتر الأصناف اللي هي الربة لكن فيما يتعلق بالخارج يعني لو استهدفنا التصدير هل هم مش ميالين أو ما نقدرش نصدر الراتب ده فنطر نصدر الجاف والنصف جاف ده أسهل في التصدير؟ طبعا هو النصف جاف لنطرية الحفز بتاعته أسهل من الراتب الراتب هو عندنا 52% طبعا ده فيه مشكلة طبعا في الراتب لازم يكون عندنا فيه مبردات وفيه تخزين مبرد بكميات كبيرة جدا فبالتالي هنا في حالة طبعا المستهلك بيأكل الأصناف الراتبة لكن فيه كميات كبيرة ممكن بتفقد منه بسبب عدم موجود أماكن للتخزين حتى لو أنا عايز أصدره فبالتالي لازم يكون عنده مبردات فما فيه مبردات فهذه الكميات كبيرة بيحصل لها تلف فبالتالي احنا ممكن استفادة من هذه الأصناف فيه خامة مصانع فيه إنتاج الخل والكحول للتغلب على هذه المشكلة ثانيا برضو ممكن إقامة العصائر يعني الأصناف الراتبة لكن الأصناف النصف جافة هي اللي بتصدر بكميات كبيرة جدا حتى الأصناف العربية اللي تمت زرعتها في توشكا تقريبا حوالي تسعين في المية منها أصناف نصف جافة وهي قبلة للتصدير وإن شاء الله المتوقع منها مردود اقتصادي كبير بإذن الله تعالى احنا عندنا منافسة قوية فيما يتعلق بالتصدير يعني عندنا مثلا السعودية والإمارات وغيرها من الدول برضو هي متقدمة في مجال التمور عربيا في منافسة كبيرة إزاي نقدر ننافس في هذا المجال عشان نقدر نفتح لنفسنا أسوأ جديدة مستهلكة للتمور على مستوى العالم وخاصة أن قيمة التمر الغزائية عالية جدا يعني وبالتالي ممكن يكون فيه إقبال عليها من جميع أنحاء العالم طبعا احنا بالنسبة لنا المنافسة كبيرة إن شاء الله وإحنا ممكن نتفوق في هذا الموضوع ليه؟ لأن احنا عندنا المقاومات عندنا هنا هوت احنا العمالة عندنا لحد ما رخيصة فطبعا حتى إحنا المنتج بتاعنا بجودة عالية ممكن يباع بسعر أقل من الدول زي السعودية والإمارات فبالتالي إحنا فيه منافسة الإمارات تيجي تأخذ من عندنا إنه هوت تعمل إعادة تصدير فإحنا عندنا فرصة إنه إحنا الدول تأخذ مننا هوتحي التصدير المهم إنه إحنا يتسحب من عندنا ويتم تصديره لكن إحنا المنتج بتاعنا كويس جدا حتى المجدول بتاعنا دلوقتي هيتفوق على المجدول يمكن هيبقى أحسن مجدول على مستوى العالم من حيث الجودة وهيتفوق على الأردن وعلى إسرائيل وعلى فلسطين من حيث الجودة بتاعتنا إحنا عندنا الجودة بتاعت المجدول اللي في توشكا وفي الوحات البحرية وفي المينيا ورصدر والطور هذه المناطق وعدة جدا في إنتاج المجدول والإنتاج اللي طالع منها ممتاز جدا والجميع بيشهد له بالكفاءة والجودة يعني الأصطاف المحلية اللي احنا بنحبها هي منتشرة المجدول ده حديثا بدء المصريين التعرف عليه بسهو سعره غالي بالنسبة للمصريين شوية هل في أمل مع زراعة 5 مليون نخلة أن هذه الأصناف ترخص محلين شوية ونقدر أن احنا نجيبها زيها زي الأصناف الأخرى الراطبة؟ أكيد طبعا هترخص بسهو مش هترخص بالحد يعني حالين صنف مثلا زي المجدول في موسم الإنتاج بتاعه بيتباع مثلا الكيلو ممكن وصل من 70 ل 90 جنيه لكن حاليا دلوقتي مش هتلاقي المجدول من أقل من 150 اللي هو الجامبو كدهوت لكن يعني أو الارج السوبر جامبو وصل ممكن 200 و 250 وصل 300 لكن في بداية الموسم يعني احنا ننصح المستهلك اللي هو في موسم الإنتاج ياخد الكمية اللي هو عايزة ويخزنها فبالتالي هتبقى سعرها رخيص لكن بزيارة كميات كبيرة من أعداد المجدول طبعا أكيد السعر هيبقى السعر هيلقص شوية لكن مش بالرخص اللي هو هيبقى كبير يعني وإلا طبعا هيسبب خسائر بالنسبة للمزارعين بس إن شاء الله احنا يعني الكميات المنزارة عندنا زي بولت حضرتك مليون وربعمية طبعا إن شاء الله هيبقى فيه كميات كبيرة بتصدر وحيبقى فيه جزء هنا للسوق المحلي المستهل بممكن يخدم وهيبقى بسعر مقول إن شاء الله في مصر يعنقصنا التفانيش النهائي الفانيشنج بتاع أي حاجة في التصدير يعني ممكن يكون عندنا المنتج ممتاز لكن عشان كلا حالك بتقول مثلا دول العربية بتعيد التصدير هي فإحنا العبوة التغريف الحاجات اللي هي بتزوى السلعة الجميلة بتاعتنا هل أطاعنا شوط في ده؟ طبعا لأنه دلوقتي هو يتوقف على المصانع احنا عندنا أصلا حوالي 160 مصنع يعني معظمهم يعني فيه مثلا في الوحات البحرية والبضرشين ومثلا منطقة الوادي الجديد كمية المصانع اللي هناك طبعا يعني مش عايزة أقول إن هي مصانع لا ترقى للهي نقول إن هي مصنع فإحنا نتمنى من المستثمرين إقامة مصانع كبيرة تحمل شارة الجودة وشارة الأيزو عشان نقدر نصدر بكمية كبيرة إن هو أصلا فيه اشتراطات للتصدير واشتراطات للمزارع نفسها حتى مثلا دول زي الصين تقول لك لديها تشترط المزارع يكون عندك المزارع لانت تكون وغدة شهدت الموارسات الزراعية الجيدة جلوبة الجاب فهذه المزارع إن لم تكن وغدة للشهدات دي فمحدش حيأخذ منها ثانيا المصانع المصانع كذلك بالتبعية لازم تكون وغدة شهدات الجودة فما كانش وغدة المصانع دي وغدة الشهدات فبالتالي ما فيش إقبال على التصدير فبالتالي بالمنطق يدعوة إن هذه المصانع تقوم بعمليات عملات التعبئة والتغليب بصورة جيدة لكن إحنا معظم اللي عندنا يعني إحنا بنصدر مثلا لماليزيا واندونيسيا والمغرب حوالي 90-92% من المنتج بتاعنا من صنف الصعيد أو السيوي ولكن هذه الأصناف بتصدر بكميات كبيرة في عبوات 5 كيلو و10 كيلو فبالتالي الكميات دي كلها مطلوبة هو بيعيد تصديرها تاني فبالتالي هنا مش مطلوب من المصدر بتاعنا إنه هو يحطها في عبوات صغيرة وبتغليف فراخي لكن في بعض الأصناف زي المجدول الأصناف العربية الحديثة طبعا دي نهوات دي كده المصدر بيقوم بالتفنن فيها مثلا وإيجاد طرق جميلة في عملية التعبئة والتغليف عشان يقدر يسوق المنتج بتاعه ويبقى فيه يدخل فيه منافسة كبيرة مع هذه الدوان حالك تكلمت عن أحيانا انتاجيتنا يعني بتكون كبيرة أول درجة إننا ممكن يحصل فيها هادر من كتر ما هي بتغطي أكتر السوق المحلي الاتجاه هنا للتصنيع الزراعي بقى لتعظيم الانتاجية زي عمل مرباط وعمل عجوة وغيرها برضو ده اتجاه عايزين نتكلم عنده طبعا هوا حنا زي ما قلت حردك 52% من أصناف بتاعتنا أصناف رطبة هذه الأصناف طبعا محتاجة مصانع في إنتاج الخل والكحول والعصير والمرباط خاصة الأصناف زي السماني والأصناف زي الحياني هذه الأصناف الرطبة كلها طبعا فيها نسبة الفاقد كبير جدا فلا أبد من إقامة وحنا ندعو المستثمرين للمشاركة في هذه المصانع وندعو فخامة السيد الرئيس بتخصيص عام للتمور العام ده يخصص للتمور فبالتالي احنا محتاجين كميات كبيرة من المخزن التبريد تكفي لحوالي 200 ألف طن محتاجين مصانع جودة عالية طبعا احنا لو قدرنا المستثمرين استثمروا فيه الواجه البحري اللي إنشاء المصانع لهذا الخل والكحول زي ما قلنا والمرباط والعصير فيه مناطق مصر الوسطى للتعبئة وتغليف وعمل الدبس من الأصناف النصف الجفة كذلك فيه الصعيد زي أسوان والأصور إقامة مصانع لإنتاج مسحوق التمور أو السكر التمر من الأصناف الجفة طبعا هو حالا فيه يعني مستثمر تونسي في أسوان عايز يقوم بهذا المصنع احنا عايزين لأكتر من مصنع لإستفادة من الأصناف الجفة الموجودة في أسوان فحنا بندعو المستثمرين لإقامة المصانع والاستثمار في التمور لأن الاستثمار في التمور مكسب بتاعه أكيد بإذن الله تعالى فندعو من خلال منبركم أنهوات إلى الاستثمار في التمور لإقامة المصانع والعمل على المساعدة في عملات تصنيع الزراعي للتمور أنه طبعا ده هيفرق معانا كتير جدا في التمور طبعا ده حاجة مهمة جدا في ظل الشراكات اللي احنا بنعملها مع الدول العربية ودعوتنا ليهم والغيرهم المستثمرين أنهم ييجوا يستثمروا هنا يريد ده يحصل خاصة أن احنا حنوفر عملة صعبة عبر التصدير احنا في أشد الحاجة إليها زي ما بنستهلك وبنستورد كتير من احتياجاتنا الغذائية عندنا ميزة نوعية في محصول زي محصول تمور النخيل ممكن نعمل بها حاجات كتير قوي أنا بشكر وجود حضرتك معانا شكرا جزيلا دكتور عز الدين جدالة مدير المعمل المركزي لنخيل البلح بمركز البحوث الزراعية ونتمنى إن شاء الله مزيد من التقدم لهذا المحصول لأن احنا أهل اللي بإذن الله في الفترة قادر شكرا جزيلا لحضرتك